بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا وسهلا بحضرتكم في هذا البرنامج حديث الروح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثا ساريا إلى الروح هي كلمة كنز وليست أي كنز ولكنها من كنوز الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويروي أبو موسى الأشعاري رضي الله عنه أنهم كان سائرا مرة في وسط جماعة يرفعون أصواتهم بالدعاء حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اربعوا على أنفسكم لكم لا تدعون أصم ولكنكم تدعون سميعا بصيرا وكان أبو موسى الأشعاري وحده في نفسه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فاتجه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا عبد الله بن قيس وهذا اسم أبي موسى الأشعاري قال له يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 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 في فضلها وفي ثوابها كلمة خفيفة على اللسان من الكلمات الخفيفة على اللسان التي يحفظها كل إنسان وهي في نفس الوقت الثقيلة في الميزان وفي الثواب لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة كلمة تحوي في معانيها معاني التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى تحوي في طياتها تحقق معرفة الله سبحانه وتعالى تحوي فيها أن يتحقق الإنسان بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى فالنفع والضر بيده سبحانه وتعالى وحده وأنه هو سبحانه وتعالى وحده الخالق والذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أوجد وهو الذي أمد على الاستمرار ولو قطع الله سبحانه وتعالى عن الخلق والإمداد لما كان لوجودنا وجود ولما كنا في هذه الحياة لا نقول لما نموت بل لما كان لوجودنا وجود أصلا فهذا تكلي ومعنى من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يملك أحد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى لا يحول الأمور إلى الأفضل أو حتى إلى الأسوأ ولا يحول الأمر إلا الله سبحانه وتعالى ولا قوة تملك نفعا وضرا إلا الحق سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين هو الحق وما سواه سبحانه وتعالى باطل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل لا حول ولا قوة إلا بالله كل شيء غيره سبحانه وتعالى ليس شيئا فماذا يصير يصير أن الإنسان يركن إلى صاحب الحول والقوة يذكر صاحب الحول والقوة ويركن في صرائه وضرائه في فعله وفي قوله إلى صاحب الحول والقوة فإنه الذي يستطيع أن يمده هذا ليس تكاسلا وليس انعزالا ولكنه دعوة ولكنه حركة أن الله سبحانه وتعالى بهذا يمدك ويجعلك تنطلق في الحياة بسر لا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم فلا تحزن على شيء فاتك ولا تحزن على ما أصابك وإذا أصبتك نعمة علمت أنها من الحق سبحانه وتعالى فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة